حول موضوع الحلقة اليوم مجلس أئمة فرنسا ما الذي دفع الرئيس الفرنسي مكرور اتخاذ هذه الخطوة والبدء بإجراءات عملية ومتسارعة بعد العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في فرنسا بشكل عام؟ اسمح لي طبعا مساء الخير لك وضيفتيك وللجمهور الكريم اسمح لي أن أذكر أن محاولة تكوين الأئمة في فرنسا ليس بالشيء الجديد وكان قد ابتدأ مع نيكولا ساركوزي حينما كان وزير الداخلية قبل أن يصبح رئيس جمهورية وتعاضض مثل هذا الأمر لاحقا الآن تبدو الحاجة ملحة أكثر بخاصة أولا لأن تكررت الاعتداءات في فرنسا ومن ناحية أخرى لمشاكل سياسية داخلية فرنسية هناك يمين متطرف فرنسي يتم المزايد عليه عبر مجموعة من السياسات وصار الإسلام هو اليوم الورقة السياسية التي ترمى على الطاولة كلما كان هناك نقاش سياسي وهذا قد يجيب ربما على تساؤل السيدة قبل قليل في سؤالها نعم الآن الإسلام هو جزء من لعبة السياسة من ناحية أخرى أيضا علينا أن لا نقفل ذلك الصراع الفرنسي التركي الآن وبخاصة أن هناك الكثير من الأئمة الأتراك في فرنسا والذين يدينون بالولاء إلى تركيا وبالتالي يريد مكرون أيضا أن يرسل رسالة إلى أردوغان بهذا الصدد إذن من ناحية بتصوري هناك خطاب مزايدة ومزاودة على اليمين متطرف وهناك قضايا لها علاقة بفرنسا الداخلية وثالثا أيضا نقطة إضافية وهي أن هناك صراع فرنسي تركي منذ فترة يأخذ أبعاد متعددة لعل أحدها كما قامت تركيا مثلا بتحويل متحف آيو صوفيا إلى جامع فرنسا أيضا تريد وترد بإلغاء الضئاب الرمادية في فرنسا ومحاولة الانتهاء من الأئمة المقادمين إلى فرنسا من خارج فرنسا خاصة بلدان المغرب العربي ولكن جديد الحبيبي خاصة هو تركيا